مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر لنا مخذوع أو بخرف أبدا ولا عقلي سافر سافر بإله واحد إيماني واحد وملوه شي تهاني حبني ومات على شاني ومش ممكن يموت يمكن في أمور بتحير نحتاج التفسير أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بنشتك فيه أنا مش كافر أنا مش كافر أنا أنا مش كافر أحبنا مشاهدين في كل مكان في العالم من خلال شاشة قناة القرن ما برحها بكم وحلقة جديدة من البرنامج أنا مش كافر موضوع حلقة النهاردة رسالة المسيح رسالة الحب أنا مش كافر ده فكرة البرنامج وكان الغرض من فكرة البرنامج باستمرار وفي كل حلقة أن نوصل رسالة المسيح أنها رسالة التصالح رسالة السلام رسالة المحبة للجميع وبين الجميع الغرض من أنا مش كافر أن نقول للناس اللي دايما بتضطهد الفكر وبتضطهد كل واحد يفكر ويكرر أن يختار لنفسه الطريق اللي يسير عليه نقول لهم لا يمكن أبدا أن يكون هناك إيمان تحت تهديد السلاح لا يمكن أبدا أن يكون هناك إيمان تحت الإضطهاد أو تحت الإفتراء أو التعذيب ولا يمكن نتصور على الإطلاق أن يكون الله جل جلاله الله الذي هو نعبده وننحني ونكسه أمامه الله الذي أعلن في كلمته أن الله محبة أن يوافق على أن تكون العبادة له قائمة على التهديد أو أنني توارست ديانتي من أبائي أو أنه لمجرد التفكير أجد من يهددني ومن يحاول قتلي ومن يحاول الحجر على تفكيري أو منعي من أن أنا أفكر أو أختار عشان كده احنا أنا والقناة وكل إخواتنا طالعين نقول أنا مش كافر حتى لو في وجهة نظرك أنا كافر أنا مش كافر لأني اخترت أن أؤمن بالإله الحي الإله المحب الإله الحقيقي ومع هذا أنا أبكدني لك كل احترام وكل تقدير رسالة المسيح هي رسالة الحب وده موضوع حلقتنا وده رسالة المسيحية على مر العصور والأجيال وده هدف الإنجيل وموضوع الإنجيل الإنجيل هو البشارة الصر هو الخبر المفرح للجميع أن الله يحب العالم كله عشان كده ما عندناش موضوع تاني في الإنجيل نتكلم عنه ما عندناش رسالة تانية نقدمها غير رسالة الحب في أحد التعليقات اللي كتبت على الحلقة الماضية مع الأستاذ أحمد حرقان واحد كاتب هل كل الكلام حب في حب ورادت عليه حد تاني وقال آه هي حب في حب نعم المسيحية هي حب في حب نعم رسالة المسيح هي الحب نعم موضوع الإنجيل هو الحب نعم غرض الله من إرسالية المسيح أن يعلن محبة الله للإنسان إذن هي حب في حب حب من الله للإنسان وحب من يسوع للبشرية برهن عنه بموته على الصليب ووصيطه الأخيرة والعظمة أن حب بعدنا البعض كما هو أحبنا إذن رسالة المسيحية هي الحب قبل ما نبدأ موضوع حلقتنا النهاردة وعندنا اختبرات شيكة جدا لأخوة عابرين إذن اختبروا محبة المسيح في حياتهم بما يتفق مع موضوع الحلقة أيضا هنترك التليفون لأي واحد عنده أي سؤال يخص رسالة المسيح وموضوع الإنجيل هنبدأ كما تعودنا في بداية كل حلقة نحن نصلي ونحن نطلب وجه الرب ونحن نكون رفعين قلوبنا للرب ونحن نصلي عندي بعض الأخبار اللي بطلب من حضراتكم أنكم تصلوا لأجلها الخبر الأول قرأت أمس واليوم عن أن سالي حرقان زوجة أحمد حرقان تعرضت للإجهاد وده كان طفلها الأول وعملت عملية عشان تجهد وده نتج بناء على المعاملة القاسية والتعذيب اللي لقاته وقت ما اتحجزوا في الإسم في اسكندرية والسؤال اللي بوجهه للمسؤولين ولا سيامة في الملف الأمني ولا سيامة في الملف الديني الشخص اللي بيفقر والشخص اللي كل إمكانياته وأدواته هي الكلمة إيه الغرض من تعذيبه وإيه الغرض من اضطهاده وإيه الغرض من حبسه وإيه الغرض من انتعاد عليه أنا عايزة أعرف على مدى سنين طويلة جدا جربنا وسائل التعذيب وسائل الضرب والسجن والأهانة ولا سيامة مع اللي قرروا أن هم يتركوا الإسلام سواء بقى آمنوا بالمسيح أو سواء اختاروا طريق آخر أو رفضوا الدين أو رفضوا الديانات عمتا إيه الغرض انك تتاهده إيه الغرض انك انت تهينه إيه الغرض انك انت تسيق ليه إيه الغرض انك انت تهدده وتسجنه إيه الغرض انك انت تحاول تعذيب فيه وتوجه ليه كلمات صعبة جدا من الساب والشتائم وأنا هسألك بطمير صالح أين هو ضميرك وانت بتعمل كده أين هي الأخلاقيات الأدبية اللي موضوع جوانا هل اننا أبعث للناس وأتكلم عن ديني هل ده يتطلب اننا أهين الناس عشان أفتكر اننا كده بعز ديني واننا كده بكرم ديني هل أهانة الناس هي عزة للدين هل اضطهاد الناس هو إكرام للدين هل قتل الناس وضربهم وسحلهم وتعذبهم هو رفع لمقام الدين هو رفع لمقام الإله لنا بنتمي لي أنا لا أعتقد هذا كل الوسائل دي هي ضد الأخلاقيات الأدبية اللي احنا تولدنا عليها كل الوسائل دي هي ضد الإنسانية أنت تسيق لنفسك قبل ما تسيق للشخص اللي أنت مسكه ومستغل سلطتك وبتحاول تهين فيه لمجرد إن قال رأيه بالفكر وبالكلمة حتى لو كان ضد معتقدك ماذا أفادهم من قتلوا فرج فودا ماذا أفادهم من تعدوا على نجيب محفوظ وسبوا طاحسين ماذا أفادهم من وقفوا في وجه ناصر أبو زيد ماذا أفادهم من وقفوا في وجه سيد القمل وغيرهم من المستنرين والمفكرين هل هذا هو إعلاء للدين هل هذا هو إكرام للدين هل هذا هو إرضاء لله هل تعتقد أن الله يرضى بأشياء مثل هذه عشان كده من فضلكه خلونا نكون بنصلي لأجل الوقت الصعب ده أعلم تماما أنه وقت مؤلم على سالي وعلى أحمد لما يشعروا أنه الولد والطفل اللي كانوا بينتظروه فقدوه والنتيجة بسبب الضرب لي بسبب الرأي والفكر خلونا نصلي لأجلهم خلونا نكون بالفعل مش بالكلام لكن بالعمل والحق بنقدم لهم رسالة الحب رسالة المسيح رسالة الحب أيضا خلونا نكون بنصلي لأجل أسيا بيبير اللي هي المواطنة الباكستانية اللي حكم عليها بالأعدام بتهمة غريبة لا تطبق في الدول الإسلامية إلا على غير المسيحيين من حق المسلم يهني اللي قدامه من حق المسلم يسب اللي قدامه من حق المسلم يتعدى لفظيا وجسديا على الشخص الآخر لكن لمجرد أن واحد يسأل سؤال أو يقدم معلومة وهي أصلا من داخل القتب الإسلامية اللي بتحتوي على معلومات كثيرة جدا ضد العقل والمنطق يعتبروه على طول أهانة وازدراء بالدين هذه الأخت حكم عليها بالأعدام وثبت الحكم أرسلت رسالة إلى بابا روما قالت في رسالتها أنا ابنتكم أسيا أتوسل إليكم صلوا من أجلي ومن أجل خلاصي وحريتي في هذه المرحلة لا يساعني إلا أن أتساءل أو أسأل الله الكلي القدرة أن يساعدني باسم الآب الكلي القدرة ومجدي أشكركم على دعمكم في هذه الفترة التي أعاني فيها من المعاناة والإحباط خلونا نصلي لأجل أسيا أيضا بمنتهى الحزن والأسى والأسف أسرة بحجد كبير في مدينة في باكستان في أقليب البنجاب تم حرقهم تحت ادعاء أنهم دنسوا القرآن وأهانوا الإسلام حرقهم وهم أحياء في داخل فرن لصناعة الطوب خلونا نصلي لأجل ثلاث مواطنين في الإيران حكم عليهم بالسجن 17 سنة مع النفي فيما بعد لأجل اتهموهم بالتبشير بالمسيحية لهم الحق أن يدعوا للإسلام في أي مكان يفترشون الشوارع في بلاد أوروبا يقدمون القرآن أمام أعين الجميع ولا أحد يتكلم معه يستغلون الحرية في البلاد الغربية اللي من وجهة نظرهم أنها بلاد قفرة ومشركين ينعمون بالحرية ينعمون بالحقوق المواطنين ينعمون بكل الخيرات يستغلون الحرية يقدمون شعائرهم ويقيمون مشعائرهم ويقدمون الإسلام يوذعون المصاحف لكن في بلادهم ممنوع أنه قف لو شخص قدم إنجيل أو تكلم عن رسالة المسيح أنه قف أنه يجب أن يحاكم هذه الفاشية هذه العنصرية من أين أتت العنصرية اللي موجودة في قلب المسلم من أين أتت لما يهاجم المسيحية ولو حد تساءل مجرد سؤال في نص في القرآن أو حديث يعتبروه زنديق وكافر وخرج حتى لو كان مسلم خرج عن الدين ويفضلوا وابل من كلمات والتهديد والشت العنصرية دي مصدرها إيه؟ مصدرها إيه؟ كانت فيه صورة يمكن البعض شفى لواحد التقطى في شوارع العالم لا توجد مظاهرة واحدة قام بها المسلمون في شوارع العالم ينددون بأفعال داعش ضد الآزيديين وضد مسيحي الموصل وضد التسعير اللي عملوها في بيع البنات الآزيديين ومسيحي الموصل لكن لو رسمة واحدة في أي مجلة حتى لو مش مشهورة الشوارع تتقلب الكنيس تتحرق المسيحيين في الشوارع يسمعوا أكثر الألفاظ إيه العنصرية؟ مين مصدرها؟ وعلى أي أساس؟ خلونا نصلي لأجل طلبات في أخت عابرة أيضا ممسوكة في أمن الدولة السويس والنتيجة فقط أنها مؤمنة بالمسيح في أخ عابر ما عندهوش مسكن ولا مأوى موجود في مصر إخوة كتير عابرين متألمين بسبب الظروف المسكن والعمل خلونا نصلي لأجل كمان موضوع شائق جدا أنا عن نفسي مش قادر أعمل فيه حاجة كثير جدا من البنات العابرات اللي اختاروا أن يؤمنوا بالمسيح عدد كبير جدا في مصر في الوطن العربي وهناك مشكلة اسمها الارتباط وهناك مشكلة كبيرة اسمها ضغط من الأهل اللي هما لسه ما زالوا مستمرين في نطاق إسارهم ضغط من الأهل عشان يرتبطوا ارتباطات لأشخاص المسلمين وهم يرفضون بناء على شو قلبهم أن يرتبطوا بشخص زيهم يقدروا يفهموا طبيعة إيمانهم وحياة إيمانهم ده موضوع صعب جدا ومش لقيه له حل وأنا أنتظر الرب في حل فخلونا نصالي لأجل هؤلاء البنات أخ عابر كتب لي رسالة وقال لي لا ألوم على الكنيسة لكن أتساءل ولا ألوم على أهلنا المسيحيين اللي جئنا نعبد الرب ونتعبد للرب في وسطهم لكني أتساءل أين هي البيوت التي تفتح لإيواء البنات التي أضطرت أن تترك بيوتها ويعاملونهم كبنات لهم لحم من لحمه ومعظم من عظمه أين هم الأشخاص الذين يتبنون أشخاص مثل هؤلاء لأجل إيمانهم حرموا من المسكل ومن العمل خلونا نصالي أن الرب يقيم وأن الرب يشغل بال أولوب كتير وأن الرب يحرك أشخاص كتير أنا عارف أن العدد كبير أنا عارف أن الكنيسة في الشرق الأوسط بتمر بظروف صعبة وتحديات أمنية صعبة جدا لكن خلونا نتكاتف لأن الرب بيعمل عمل عظيم جدا 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 في الشرق الأوسط عايز أقول لكم آلاف الرسائل وملايين البشر اللي بيختبروا المسيح في الشرق الأوسط خلونا نعرف نحن نحصد دموع وصلوات لكثيرين عبر سنين مختلفة مئات من السنين لأبطال وقدسين أفاضل كانوا يصلوا لأجل عودة المسيح بقوة للشرق الأوسط ونحن الآن نحصد برقات هذه الصلوات خلونا نقوم بنصلي نقوم جادرين جادرين أن الرب يستخدمنا في هذا التوقيت لنشارك كفاعلة لأجل الحصاد الكثير الذي ملأ الحقول الرب يعمل بقوة فدعونا نعمل مع الرب ودعونا نتبارك من خلال هذا العمل خلونا نصلي يا رب مكتوب عن جلالك أنك سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر يا سيدنا الرب نأتي أمامك يا رب ونحن نكسو ونرقع ونسجد أمام عرش جلالك ليس لنا سواك يا الله نلجأ إليه أنت الملجأ وأنت الحص وأنت السند شكرك جدا لأنك رب إله محب لم نأتي أمام إله جبار منتقم غاضب يبغض البشر لكن نأتي أمام الله محبة الذي يحب الجميع ويده ممدودة للجميع بلا استثناء على كافة أطيفهم وألوانهم وانتمائتهم فأنت تحب الإنسان لمجرد أنه إنسان وليس لأنه مسيحي أو مسلم أو بوزي لا تصنف البشر لكن تحب الجميع يا رب ليست محبتك فيها محابة أو تشمل مجموعة دون مجموعة لكن محبتك للجميع على حساب النعمة وعلى حساب عمل المسيح وعلى حساب الدم الكريم اللي برهن عن محبة يسوع للعالم نأتي أمامك ونصرخ لك لكل طلبات اللي رفعناها أمام عرش جلالك اذكر سوريا واللي بيدور فيها يا رب اذكر إخواتنا الأقراض يا رب اذكر إخواتنا الآزديين يا رب اذكر إخواتنا أيضا الشيعة اللي بيعانوا معناه شديدة جدا في شمال العراق يا رب اذكر يا رب اللي وقعوا في أيدي المستوحشين الذين للأسف ينتمون إلى بني البشر ولا سيامة من النساء اللي وضعوا في سوق النخاس يا رب يباعوا مثل السلع وتوضع لهم يا رب أرقام يباعوا من خلالها تسعيرا أصبح الإنسان الآن تسعيرا بثمن هذا الإنسان الذي خلقته لأنك تحب يا رب من ينقذ ومن يخلص يا رب اتدخل بقوة يا رب وبسلطان في أمور إخواتنا الآزديين والبنات يا رب أمور إخواتنا في الموصل يا رب في العراق يا رب البلد المتمذقة فرق البلد اللي بألة سنين يا رب بتعاني ويعاني شعب العراق من الألم والموت كل يوم يستيقظون على صوت الانفجارات والقتل والزبح والانتحار والتفجير أخواتنا في سوريا يا رب في مصر أذكر أسر الأطفال والحادثة بتاع البحيرة يا رب اللي في سهاج اللي في كل يا رب اللي بيحصل في بلدنا في مصر في ليبيا والخراب والضمار اللي الناس بتصنعوا وتعتقد أنها تريد أن ترفع شرع الله هل شرع الله والزبح والقتل والنح حاشا يا رب يكون هذا هو طريقك حاشا أذكر اليمن أذكر أختنا أسي يا رب أذكر أهل يا رب وأصدقاء الأسرة اللي تم حرقها وهم أحياء في فرن لصناعة الطوب يا رب شدد وشجع أذكر أختنا سالي وأخونا أحمد وكل شخص متألم كل شخص خلف القطبان لأجل قضية الرأي والإيمان والمعتقد من فضلك أوصل للكل لأنك إله الكل محب للجميع أنا أشكرك يا رب لأنك سامع الصلاة أنا أشكرك لأنه لن نغذى أبدا لأننا إلهي بيسمع ويستجيب أذكر موضوع الحلقة أذكر يا رب مشاركات إخواتنا اللي هيشاركونا بيها أذكر كل اختبار وكل مشاركة وكل اتصال وتليفون أذكر فريق العمل رسالك للقناة القائمة عليها رب بشكرك وبعظمك أنك يا رب هنرى يمينك بتتحرك بقوة في كل الأمور في اسم يسوع المسيح آمين في إنجيل يوحنى أصحى 15 وعدد 12 بيقول المسيح له كل المجد هذه وصيتي أن تحب بعضكم البعض كما أحببتكم ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأبي أحبائي أنتم أحبائي فعلتم ما أوصيكم به لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي وأيضا يقول لرب المجد المسيح في إنجيل متى وإصاح 5 ومن عدى 43 موضة الجبل تحت عنوان محبة الأعداء سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض أعدوك هذا هو شعار العالم هذا هو مبدأ العالم وكل الديانات الموجودة على الأرض لكن المسيح يأتي بتشريع جديد ومنه الجديد ربما لا تكون متآلف معه أو متفق معه أو لا تستطيع فعله لكن هذه هي شريعة السماء في المسيح سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض أعدوك وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويتردونكم وعايز أتوقف عن جزئية هنا لما المسيح يقول كده أحب أعداءكم وللأسف الشديد لقيت بعض شيوخ المسلمين شخص مسمي نفسه مكافح الشبهات أو أبو عمر الباحث وبعد الشيوخ المسلمين يقول لك أن هذه الآية تبرهن عن أن المسيحيين بيعادوا الآخرين عشان كده المسيح بيقول لهم أحب أعداءكم أنا عايز أقول لكل شخص بيفسر الإنجيل على مزاجه أو بيزور في التفسير أو بيجذب في التفسير للأسف أن المسيح عندما يقول أحب أعداءكم ليس هنا يقصد أن للمسيحيين أو أن المسيحيين يعادون البشر على الإطلاق لكن العداوة بتأتي من أين العداوة تأتي من الآخرين تجاه المسيح المؤمن تجاه الشخص اللي ارتبط بالمسيح تجاه الشخص اللي أعطى نفسه للمسيح من هنا تأتي العداوة فالأعداء ليس هم أعداء لأن المسيحيين يعادونهم المسيحيين هم تابع المسيح والمسيح هو الحب المتجسد عشان كده الدليل على صدق ما أقدمه يقول المسيح كده يقول وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويتردونكم فإذن أنا المطرود أنا المساء إليه أنا الشخص الموجه لي الإساءة والموجه لي الإهانة والموجه لي الطرد فإزاي أنا أكون بعادي شخص وبكون مطرود وده سؤال بوجهه للإخوة اللي بيحاولوا يقولوا أن المسيحية ما فيهاش محبة والكلام ده بيغضعكو بيه لا كلمات المسيح واضحة جدا ومن فضلك ياللي نويت تلجأ للإنجيل ما تاخدش آية وتترك آية ما تاخدش نص أو كلمتين وتترك الباقي نكمل سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويتردونكم النتيجة والغرض اللي رب المجد المسيح عايزنا نوصل لي لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات إن فعنا هذا إن أحببنا أعداءنا إن باركنا لعنينا إن أحسننا إلى مبغضينا إن صلينا لأجل الذين يسيئون إلينا ويتردوننا بلا سبب فقط لأجل إننا اتبعنا المسيح وصرنا على نهج رسالة المسيح النتيجة اللي الرب عايزنا نوصل لي لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات يقصد الرب 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 فإنه يشرك شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين لم يمنع الرب وأنا أقول للمتعصبين بإسم الله والذين يقاتلون بإسم الله والذين يتهدون الآخرين بإسم الله والذين يسيئون للبشرية بإسم الله أقول لهم هل وجدنا في يوم من الأيام أن الشمس طلع على مجموعة من المحسنين والمتقين والشمس مظلمة على مجموعة من القفرة والملحدين وأصحاب الديانات الأخرى يا أخي إن كان إله السماوات والأرض يشرك شمسه على الأشرار والأبرار إن كان إله السماوات والأرض يمطر على الأبرار والظالمين إن كان إله السماوات والأرض يفتح يده ويجبع كل حي إن كان إله السماوات والأرض يعطي خيراته للجميع إن كان إله السماوات والأرض وهب الأرض للكل فمن أنت أيها الإنسان الذي تقتل أخيك الإنسان بإسم الله أي إله هذا أعتقد يقولون قل إنما إلهنا وإلهكم واحد متأسف متأسف لسنا وليس إلهنا وإلهكم واحد على الإطلاق إلهنا إله محبة لا يريد أن ينتقم من البشر لا يريد أن يقتل الإنسان أخيه الإنسان بل بل إلهنا المحب يقول لنا أحب أعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويتردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذين في السماوات فلو يشرك يشرك شمسه على الأشرار والصالحين يمطر على الأبرار والظالمين 46 نفس الإصحة لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم قانون العالم كله بحب اللي بيحبني بحب اللي من ملتي وديني وكنيستي وشرعي وحارتي وبيتي وعيلتي ده قانون العالم ده قانون العالم ده قانون الإسلام ده قانون كل للأسف الديانات اللي موجودة على الأرض لكن قانون المسيح إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أو أي فضل لكم أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا أو يفعلون ذلك العالم كله ماشي بهذا القانون العالم ماشي بقانون واحد اسمه حب اللي بيحبني أبادل الحب مع من أشعر من خلاله بالمحبة وبادر الحب وأحب اللي في ملتي في ديني في مذهبي ده حتى داخل الدين الواحد تنعدم المحبة ده حتى بنلاقي الآن القتل على الهوية الدينية وعلى المذهب يعني عشرات الفيديوهات قتل السن الشيعي وربما العكس أو للآخر واحد يقول يا أخي خليك منصف هذا هؤلاء لا يمثلون الإسلام هؤلاء الإسلام منهم بريء المسلم أخو المسلم والمؤمن أخو المؤمن كما أوصاه القرآن وأنا أقول لك من قتل عمر بن الخطاب من قتل عثمان بن عفان من هم الذين أتوا ذاحفين على رأس الجيوش من مصر ليحاصروا عثمان بن عفان ويمنع عنه الدخول دخول أحد من قتل عثمان بن عفان من قتل الزبير وطلحة في موقعة الجمل بين عائشة منطرف ومعها الزبير وطلحة وجمع غفير من المسلمين وعلي بن أبي طالب من طرف آخر ومعه جمع غفير من المسلمين ونحن نتكلم عن تاريخ قرابة الـ 27 سنة أو 28 سنة من 28 سنة هجرية من بأثة محمد يعني بعد 18 سنة تقريبا أو 17 سنة من موت محمد يعني نتكلم عن ناس معصرين لمحمد نتكلم عن علي بن أبي طالب ابن عم محمد تتكلم عن عائشة الزوجة المحبوبة لمحمد تتكلم عن طالحة تتكلم عن الزبير هؤلاء الأشخاص من أوائل المسلمين وهم يقاتلون بعضهم البعض من قتل علي من قتل رأس الحسين وصار جسد الحسين وداس تحت أرجل الخيل في حرب موقع الصفين والنهروان للأسف أصبح الحب منعدم لكن رسالة المسيح رسالة الحب أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك إن أحببنا الذين يخبونهم إن أحببنا من في طائفتي مذهبي الفكري الديني وللأسف وللأسف وأنا لست ضد أي شخص حتى تاريك الدين بدأوا يعملوا مجموعات وبدأوا يظهروا مشاعر ليس فيها ود أو محبة للآخرين اللي هما بينتموا إلى الأديان كل العالم ماشي بالقانون كل العالم نحب الذين يحبوننا أحب من يتفق معي في الفكر والمذهب أحب من يتفق معي في المبدأ والدين أحب من يرضى ويتوافق معي لكن رسالة المسيح الرسالة المنفردة الرسالة اللي ملها الشبيه الرسالة السماوية الرسالة اللي انفرد بيها المسيح عشان كده احنا بنقول المسيح ليس مثله وليس من يشابهه أو يشابه رسالته قال كده أن نحب أعداءنا وإن سلمتم على أخوتكم فقط فأي فضل تصنعون أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا قونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل رسالة المسيح هي رسالة الكمال وعنوار رسالة الكمال هو الحب والحب للجميع والمحبة للكل هذه هي رسالة المسيح لا نصطنع المحبة ولا ندعي ذورا المحبة لكن نحن نقدم المسيح المحب هاخد تليفون من أختنا بنت الرب من فرنسا تفضلي أيها مساء الخير يا أخوي أندروم مساء النور أهلا بكي أنا بشكر الرب يسوع اللي فاتحت البابل عشان أشهد لمجد اسمه أشكرك أشكرك يا أخي أندروم على هذه المحبة وعلى هذه الجهد اللي بتعمله عشان توصل كلمة الحق وبشكر كل مشاركي مع حضرتك في الشرق الرب يبركك أشكرك جدا أختي هل حب تشهد عن عمل نعمة الرب في حياتك؟ أنا حب أشهد في نعمة الرب في حياتي لأن الرب هو كل حياتي دلوقتي وهو لنور حياتي من الضلام لنور أمين 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 لنظر الرب ما فيش أي حاجة أنا كنت مسلمة أنا كنت مسلمة وتربيت في أسرة مسلمة عادية جدا أبويا مات خلي عندي خمس سنوات وتربيت مع أمي وإخواتي وكبرت في بيت عادي جدا والأخي الكبيري تعدي علي وأنا عندي ست سنين وكبرت منهارة ومنحطمة وفي الظروف لا بسطر ست البلد وهربت الأوروبا هربت الأوروبا عند أخواتي اللي كانوا موجودين هنا وجوزوني غصبا عني بقوا وشيروا فيها زي ما هم عايزين لما جوز لقيت أكبر من نار اللي عشتي فيها وانا بلدي صغيرة ضربوا إهانة وشكيمة وما فيش احترام وما فيش تقديره وبهدالوا وحربوا من الأولاد خليك تتنين الأولاد مع الجوز المسلم ده وشفت أكتر من الزل اللي كنت عايشة معاه في الواحدة ده المسلم بيصلوا بيسوموا بيخرج ذكا وما بيصيبش فرض عشتي معاه أكثر أيام حياتي عشتها وشفتش معاه يوم فيه نور خدت أولادي وارجعت على البلد أوروبا اللي خدني منها أول مرة وهربت تاني من أهلي وخدت أولادي هربت أصول من الإسلام خفت على أولادي لقيت ربه زي ما تربيت أنا كبرت على الحق كبرت على النفاق كبرت ما عندناش حق نعبر على اللي جوانا ليه اخترنا المسيح ليه ربنا اخترنا ودور علينا هو الأول لأن ندانا الحب ادانا قيمة ادانا قيمة امين احنا كبرنا في الإسلام مضمارين مضمارين في الإسلام كلنا حق أنا هربت أولادي عشان يكبرونيش في داعش ويبيعه زي ما دعت أنا أنا عشرين سنة دعت في عمري مع المسلمين أنا ما دهنهمش أنا بوصل رسالة رسالة اللي بيطهدونا وبيحولوا يمنحوا مننا السعادة وياخدوا مننا حقوقنا عشان تضمننا المسيح لقينا الأب الحقيقي اللي دانا الحرية ودانا خرجنا للنور علمنا الحب ورانا الحياة معنا الحياة لما هربت من مصر متأسف لما هربت ورجعت أوروبا إيه اللي حصل أنا هربت أنا هربت الوحدي من البلد لإني أنا تعصبت في بيط وأقرب الناس لي لما هربت الأوروبا هربت عند أخواتي برضو وغصبوني وجوزوني يا راجل لا يعرفوا ولا يعرفني خياتوا وفصلوا لوحدهم وجبتت لين أولاد وفضلت في العذاب وفلانت حار وده كله أثر على نفسيتي بقيت بتعالج مع أتلين أطباء نفسنيين وما فيش علاج كل ما أحضر بقعد ما فيش أي علاج في دواء كتير كل ما أقعد أصلي وزك ورح للجامعة وصوم وأتبح وعمل حاجات كتير اللي تربيق طقوس كدرني عليها بس بس ما فيش شفة الشفة اللي جوه ما فيش ما فيش إلا المخلص الواحد اللي خلطني أمين الشفة الواحدة هو الرب إلهي ومخلص العالم يسوع المسيح أمين لما جوزت جوزك لروحت البلد وبعد كده لقيت معاناة صعبة معاك لأ ما رحتش البلد جوزوني إخواتي في أوروبا وقعدت في أوروبا وخلفت في أوروبا أنا البلد ما دخلت لاش أكتر 200 عشرين سنة ما شفتش بلدي يقل لي أهلي توفوا ولما رجعت عند أخواتي البلد جوزوني غصبا عني عشان الطمع عشان غني لكن ما خدوش رأيي خياتوا وفصلوا لوحدهم ورموني ودمروني باعوني وخادوا الثمن لكن مين اللي ضحى مين اللي دفع الثمن أنا باسم الإسلام وباسم الصلاة وكنت بصلي وصوم بس بكنت بصلي صلاة صلاة فرود نازم أوري للناس والعيلة والجران وحبابي إني أنا مسلمة نظيفة ومطهرة بس بتقص بتقص بس ما فيش أي حاجة من غير كده عشان كده الرب نور طريقي وفتح بصرتي وإداني النور وخد لولادي لحضنه الإله المخلص وصلت لزاي للمسيح يعني في وسط المعاناة الصعبة اللي أنت عشتها وحجم الألم والتعدي عليك وانت صغيرة وزوج عملك بطريقة صعبة وصلت إزاي للمسيح فضلي أنا إلهي نقذني لإني أنا كنت دايما بصلي بدموع وبصراخ للإله لإني أنا كنت دايما لأن أنا كنت دايما أفكر إني أنا في انتحار كنت دايما ونصغيرة بفكر بسمعهم بيقولوا إني عايز يدخل الجنة يروح لأي مكان ويموت النصار بطريقة دي باللطب ده فأنا كنت دي بفكر كده لديك 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 أنت كنت تفاكرة أنه طريقة وصولة للجنة أنك تقتلي حالك عند النصارى عشان تفقريهم يعني أنا آخر سنة اللي شفت فيها الرب حاوست فلوس من شغري وطمنت وولادي هيقود وعندي وعروح للحج وأعمل نقاط وهاجي وأتفرق في أي ما أنا بسهد وبعلم وبقول الحق ومش خايفة من أي أي حج أنا بقول الحج بقول الحق شهادة شهادة يا الرب اللي نقضي من الموت ونقض بنادي ونور حياتي ونور طريقي ونشفاني من كل مرض وخرج من قهر والشوق والقهر اللي كانت عايشة جوايا أيوة بعد ما عملت كده إيه اللي حصل أو روحتي فين أو إيه زي الرب تعامل معك ألو ألو تقريبا فيه مشكلة في الخط الخط قطع لو أختنا بنت الرب من فرنسا تعود الاتصال أو ممكن لو الرقم بتاعها ظاهر نحن نتصل بها عشان نقدر نشوف شهادتها عن عمل الرب وعن محبة المسيح في إنجيل يوحن صح 3 ومازلنا نتكلم عن محبة الله في المسيح محبة للجميع على عكس جميع قوانين البشر المتواجدة على الأرض على عكس جميع الأديان والأفكار المتواجدة على الأرض وعكس جميع الممارسات اللي بين البشر في إنجيل يوحن صح 3 والعدد المشهور عدد 16 لأنه هكذا أحب الله العالم الله بيحب العالم وده رد على الإخوة اللي طالعين بيحاولوا يفسروا معجزة أو معواذة الجبل أحب عدائكم بطريقة فيها نوع من التضليل والكذب والتزوير وللأسف التدليس الإنجيل لأنه هو الخبر الصار لأنه هو موضوع المسيح وموضوع عن المسيح وعن محبة المسيح هو الوحيد الذي يقدم هذا الأعلان لأنه هكذا أحب الله العالم أي عالم الله بيحبه جميع البشر مهما كان اختلافتهم الله بيحبك وبرهن محبته هكذا هكذا يعني بهذه الوسيلة بهذا البرهان بهذا العمل الذي برهن الله من خلاله على محبته للبشر حتى بذل ابنه الوحيد والجماعة الشيوخ للأسف يطلعوا يجذبوا يقولوا ليه الله ما عندهش بنت طالما أنتو عملتوا ليه ولد وما عندهش ولدين تانين هنا كلمة ابنه مش ولد فيه فرق كبير جدا بين تعبير الولد تعبير الولد يتكلم عن العلاقة الجسدية وأنا بستغرب أن ما زلنا في القرن الواحد وعشرين وأجد أسئلة كتيرة جدا من أحباءنا المسلمين زي ما قلت في حلقة أولاد إبراهيم الحلقة الماضية وللأسف أشخاص أزهريين وأشخاص مسلمين وشيوخ ماذال متوقفين عند نصوص القرآن الذي تتهم زورا الذي تتهم زورا أن المسيحيين يعتقدون حاشا أن الله تذوج أو ارتبط بالعذراء فأنجب المسيح فصار المسيح ولا كيف يقول للرحمن ولدا ولم تكن له صاحبه هذا الكلام عاري تماما من الصحة هذا الكلام كذب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد الابن هنا مفهوم روحي معنى روحي بحث لا يا متب صلة بالجوة عقلك المسيحية لا تؤمن حاشا أن الله ارتبط بالعذراء القديسة المطوبة مريم وأنجب المسيح حاشا المسيحية تؤمن أن المسيح هو ابن الله بنوة روحية معنى روحي معنى مجاذي بنوة روحية قبل ما تكمل الموضوع ده هنأخذ تاني بنت الرب من فرنسا تفضلي معيه وحضرتك أنا معك أنا أشف حضرتك كنت بتقولي ما فيش مشكلة هنريك كنت بتقولي أن كنت بتحويش كل فلوسك عشان تروحي للحج واترجع من بعد الحج تفقري نفسك في أي مجمع للمسيحيين أو النصارى بتعتقدي أن هذا هو يرضى الله وأن هذا هو الطريق اللي يقودك للجنة تفضلي عساني أنا كبرتي دايما بسمع من أهلي ومن جيراني ومصحابي اللي تربيت معاهم مسلمين حتى لما جيت لأوروبا لقيت الإخواتي لسه مسلمين حدي دلوقتي كل ما بسمعهم بيقولك اللي عايز يروح لعند ربنا يعني يطير في الجنة يروح يفقر في نفسه في أي مكان ويروح لا سؤال ولا بنوب بس بغلط اللي احنا كبرنا في دا كله كل دا دايما في المشاكل والهموم اللي كانت جوايا والحجرة والاعتداء كنت دايما بفقر في التذكير دا أروح فين أفرقع في أي مكان أسيب أولادي المين ساعات بخدهم في حبي وبعيط من غير محسوبية أنا خلاص في خطر أنا كبرت مضورة كبرت منهارة ما فيش حدي بيسمعنا كثيروا في الصلاة لما بتشكل حدي يقولك روح يصلي روح يستح القرآن بقتح القرآن ببقى عايزة أنتحر أكتر من عشرين مرة في اليوم يعني ما فيش علاك أطلا ما فيش علاك أبدا ما فيش أي حاجة من ده عشرين سنة رحت من عمري في الصلاة وقرآن وتزكوات وحاجات وكده واتباحي واتباحي وما فيش أي حاجة ما فيش دواء ما فيش إليه خالص طيب النقطة اللقاء الخاص اللقاء الخاص بينكم بالمسيح إيه اللي حصل يعني عايزين نعرف التغيير تم فضلي أنا أنا السنة الأخرانية دي خلاص قررت أنا أولادي كبر قلت خلاص أعتمدوا على نفسهم خلاص لازم أنتحر عشان قابل الرب اللي ربوني علي منصور أدخل الجنة يعني يعني الأولاد بيوريهم الجنة بطريقة وحنا البنات بيوريهم طريقة إزاي يعني نروح لأي مكان فأنا السنة دي في 2013 رمضان 27 رمضان قرب العد بتلات أيام خاركت للبالاكونة أعادت أرفع عيني في السماء وصل وعيت بدموع بدموع يعني أقول لك إيه يعني افتكرت اللي عد علي من سنوات من ست سنين فأولت له يا رب أنت لو عايزني أنا أجيلك على إيدي شهداء وموت النصارى وأعمل حاجات كتير عشان أجل عندك فإيدي لي إشارة وريني طريق الحق أعمل إيه أنا أتعب وموت ثلاثة أيام على الصلوات دي في يوم العيد صبح العيد صليت الفاجر في بيتي وخدت عربيتي ورايح أخرج الفترة في الجامع وأنا ماشي للجامع خرجت الفترة ورجع لبيتي عربيتي وقفت ماردتش تتحرك سبتها ورجعت للبيت منهارة بقول إيه دا يا ربي إيه اللي حصل كل ما بناجل نكتر في الصلة بتجينا مصايب أكتر دخلت لبيت منهارة أخذت كنادي وأعطت علي غمضت عناية دموعي على خدي عمري ما تفيش يوم ننت من غير دموع بشوف أنا أنا في رؤية مش في نوم يعني النهار ما طلاش الفجر الساعة أربعة ونص كده فضلي شفت نور ما لعلي البيت كله بيتي كله نور أنا فتحت عيني بقول إيه دا يعني مش أدر فتح عيني البلقونة جاية فشت القط فشت القول مش أدر بط لقيت نور قدامي شفت أنا ما كنت شعرف هو المسيح طبعا في الآخرة لما بحجت وكتشفت ولقيت إخواتي في المسيح ووروني وخدوني تنائس وتعرفت على عرفت وقلني هو لكن أنا في الأول ما كنت شعرف هو مين حد نزل من السماء كله أبيض فأبيض وطويل ما كلمني شوالك كلمة ما سحلي جب هيتي وراح فتحت عيني لقيت الدنيا لسه منورة فضل أنا عملت حسابي إني أنا بعد الصلاة السجر هروح لعند أهلي وعيد عليهم زي كل سنة لما شفت المنظر ده أنا ما رحت أعتذ بيتي وقل إيه دا يا رب إيه دا اللي نازل من السماء كده خلاص أنا هموت أنا بطلب الموت الموت خلاص الموت جات حدا عندي طلبت أخويا في البلد قلت له يا أخويا يوم العيد أنا شبتي كذا وكذا قال لي دوالي من أولي يا الله الصالحين ادخولي للبلد واتباحي وعمالي وصود ودي لي الجامع وعملي الصداقة أنت زمان بقالك ما دخلتش للبلد ما دانيش أي منفع كلمتي هنا شيخ هنا في البلد قلت له اللي حصل قال لي أنت منهار وقلت فقرت وانتحار والمشاكل قربي وروحي للمساجد وقعد في المساجد وروحي للحاج وعملي عمرة وعملي ما لقيتش حل برضو ما لقيتش حل تاني رجعتي تاني بيتي وقعد أنا شبت شبت الرب يا شوء مرتين مرة تانية شبت على الصليب واقف كده على الصليب وأنا عمالي أعمت ميا الميا دي عمالي أعم هو بيبص بي كده كلمتي ناس واتصلت هنا بصحابي أنا كبرت على فكرة أنا كبرت مع المسيحيين المسيحيين اللي خلوني تشبتي بالمسيح أفعلهم وقلوبهم وحبهم اللي خلاني أنا تمسكتي بالمسيح ومش هسيبه أبدا الأخر ينفع عمري وبتمنى إني أنا أموت وأنا ببشر في أي مكان بإسمي يسوع أنا ولادي بإني هو اللي نقذي بقيت أسأل ودور الحدي ما قالوا لإخواتي في المسيح وخذوني الكنيسة وصلوا لي وبقيت وعرفت إنه هو الرب الإله المخلص اللي مات على الصريب على الشام وعلى الشام العالم أمين ألو أيوة أمين يعني أمين يا رب لما وصلتي وخذوكي ناس معارف للكنيس اللي حصل أه اللي حصل أنا وصفت له من اللي أنا شفته بس لما شفت اللي أنا هو الإله اللي هو في الصور والرهولي واللي قالوا لي هو ده هم أنا لم أصفت لهم الرؤية هم ما فيهم وخذوني معاهم وقلت راحتي وصليت وشفيت كنت بأخذ دواء عندي دواء كل سنة بأخذ عشان أنام وعشان ما بقاش أفكر في امتحار وعشان ما بقاش الكنائس وصلي الرب كل شفاني ما يقدر لهم بقالي سنة وشهرين ولا سنة وثلاثة شهر ما خذتش ولا دواء كله رميته نور بخلي بيتي والقلدي والحياتي والولادي حتى ولادي تغيروا أولادك أمنوا بالمسيح أمنوا بالمسيح لصة صغار وفرحانين ومبسوطين وبيقولك يا ماما احنا حاسين بحادات غريبة بحياتنا حلو قوي نشكر ربنا أمين احنا هنصلي لأجلك أمين اتفضلي رب بشكر الاله المخلص انا عايزة اوصل رسالة لأخواتنا اتفضلي اتفضلي احنا مش احنا مش بنستقيدهم ولا بنضطهدهم زي ما بيضطهدونا احنا احنا أنا بوصل لرسالة من هذا المنبر كل من عنده بيس وأولاد والزوج والزوج ما يخبش انا سيبت أهلي وسبت ورث وسبت بلدي وتمشكت بالمسيح لأنه هو المخلص امين لا تشغيره أبدا امين 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 وكل مسلم يصلوا صلوات يطلبوا الرب الحقيقي يظهر لهم في حياتهم من هو الرب الحقيقي هل إلههم ولا إلهنا امين يتمسكوا بدينهم وفي صلواتهم ونسيبوا هم كل ما بيصلوا يا ربنا ربنا يورهم طريق النور أكيد في اسمي يتوى امين امين ربنا يبركك وهنصلي لأجلك وأكيد في أحباءنا بيشاهدونا من ناس أطقياء ومؤمنين هيكونوا بيصلوا لأجلك ونشكر رب لأجل عمله يا جماعة المسيح مخلص المسيح بيرشد على طريق الحق المسيح بيوعطي شفاء أختنا كانت بتقول كانت بتاخد أدوية غالبا أدوية مهدئات عشان تعرف تكون هادية وتعرف تنام لكن لما المسيح اتعامل معها ومسيح ملأ قلبها وحياتها حصلت على الشفاء أنا مشكرك جدا يا أختي وبنعمة الرب نكون على تواصل وهنستمر نصلي لأجلك والرب يكمل عمله معاك ومع أولادك والرب يستخدمك في البلد اللي أنت متواجدة فيها عشان تكون شهادة ونور للآخرين عن عمل المسيح وعن محبته بنرجع حبانا مشاهدين لإنجيل يوحن إصاح ثلاثة وقبل معمل مفارقة أو مقارنة مبين كلمة الحب ووجودها في القرآن ومبين كلمة الحب ووجودها في الإنجيل ورسالة الإنجيل خلونا نستكمل مع بعض إنجيل يوحن إصاح ثلاثة وعدد 16 الآية الشهيرة هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تقول له الحياة الأبدية قرار الخلاص والإنقاذ هو قرار عمل الرب وصنع الرب لكن القرار في إيدك أنت البعض يقول لك إزاي الله المحب يهلك الناس الله مش هيهلك حد عشان كده لما بنقرأ الآية دي وبنقرأ الكلمة دي لما بنراها بشكل صحيح لكي لا يهلك قرار الهلاك هو في إيدك أنت مش في يده الرب قرار الإنقاذ والخلاص صنع الرب والله يريد زي ما بيقول في رسالة من سولس الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون المسيح لا يريد على الإطلاق أن يهلك ناس وليست مشيئته وليست رغبته وليس قراره لكن قرار الهلاك وقرار الإنقاذ هو في إيدك لما تتعامل مع دعوة المسيح المحب ليك لما تقبل دعوة المسيح المحب ليك عشان كده في عدد السبعتاشر الآية بتوضح أكتر لأنه لم يرسل الله ابنه اللي هو المسيح كلمة الله الأذلي إلى العالم وهذا الكلام على فم المسيح الجماعة اللي بيطلعوا ويعملوا أسئلة غريبة أسئلة وهمية وحطوا على الإنترنت وقولك يا ريني أين قال المسيح أنه ابن الله وأن الله وأن الله ظهر في الجسد هذه الآيات دلالة يعني بتقول وأين قال المسيح أنه جاي يبذل نفسه وأين قال المسيح أنه جاء ليموت لأجل الخطايا هذه الآيات بتدل وهذه الآيات سطرها الروح القدس من خلال يحنى على فم المسيح لو كل المجد يقول كده لأنه لم يرسل الله ابنه يقصد المسيح إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم يخلصوا من إيه يخلصوا من إيه يخلصوا من خطية يخلصوا من حكم الموت يخلصوا من حكم إبليس عليهم هذا هو الرد في الآية دي بنجد عدة ردود أولا المسيح هنا يتحدث عن نفسه أنه ابن الله والمسيح أعلن أنه الابن الوحيد أي بنوة المسيح تختلف عن أي بنوة أخرى بنوة الملايكة هي بنوة لأرواح مخلوقة تعيش حالة الطاعة مع الله بنوة آدم هي دلالة على أن آدم مخلوق من الله بنوة تعني الخلق بنوة بني إسرائيل دلالة على أن شعب إسرائيل أصبح أولاد لله أبناء لله بنوة تبعية وبنوة خلق أيضا بنوة الإنسانية كلها تدل على أن بنوة الخلق أن الله خلق الإنسان بنوة المؤمنين دلالة على أن المؤمنين أصبح أولاد الله بنوة روحية لأننا أصبحنا تابعين للمسيح لكن بنوة المسيح بنوة خاصة جدا عشان كده المسيح قال عنها بفامه الكريم في عدد 16 حتى بذل ابنه الوحيد لأنها بنوة أذلية أي بنوة أخرى هي بنوة منشأة أو بنوة يعني تواجدت في لحظة أو بنوة مخلوقة لاها بداية ولا نهاية لكن بنوة المسيح بنوة مختلفة لأنها بنوة أذلية لي بنوة أذلية لأن كلمة الله كلمة أذلية والمسيح هو كلمة الله كلمة الله غير مخلوقة كلمة الله في البد أي في البد الذي ليس له بد أي أذلية فالمسيح هنا بيكلم عن أذليته المسيح بيكلم على أنه الابن الوحيد المسيح بيكلم على أنه ابن الله المسيح بيكلم على أنه المخلص الذي أتى ليخلص مش شعب إصرائيل بس لكن العالم واحد سألني سؤال أو بعد سؤال يقولك المسيح قال للشعب إصرائيلي أنه كان يكلمهم غهارة وفي العلن أريني أين قال المسيح عن نفسه إن ابن الله في العالم المسيح هنا يتكلم عن إنه ابن الله في العالم لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم الذي يؤمن به أي بالمسيح لا يدان والذي لا يؤمن قد دين الدينون هنا إيه من قراري أنا الشخصي لأنه لم يؤمن بإسم ابن الله الوحيد وهذه هو تفرد خاص بالمسيح إنه ابن الله الوحيد ليعلن المسيح بفمه الكريم من خلال الروح القدس من خلال تستير يحنى بالروح القدس أن المسيح له بنوية خاصة جدا تختلف عن كافة البشر عدد 19 وهذه يدينونة إيه يدينونة مش هو ألف العدد اللي أبليه والذي لا يؤمن قد دين إيه يدينونة هذه يدينونة أن النور جاء للعالم من هو النور؟ المسيح لأن المسيح أو إنجيل يوحانا يقول كده النور الحقيقي الذي يبرر كل إنسان أو ينير كل إنسان آتيا إلى العالم النور الحقيقي التي ينير كل إنسان أتى إلى العالم هذا هو المسيح هذه الدينونة أن النور أي المسيح قد جاء إلى العالم لكن للأسف وأحب الناس الظلمة أكثر من النور ليه ناس مش عايزة تقبل المسيح نتيجة للخوف دي ظلمة ليه الناس مش عايزة تقبل المسيح نتيجة لتمسكهم بالأنا والذات دي ظلمة ليه الناس مش عايزة تقبل المسيح نتيجة لأننا طلعنا أبائنا على هذا الدين ونحن على دين أبائنا سائرون هذه الظلمة ليه لا سعى مش عايزة تقبل المسيح نتيجة لأنه عايز يعيش العالم بحرية معينة وبطريقة معينة فبالتالي مش عايزة واحد يكلمه عن الانضباط الأخلاقي هذه ظلمة حاجات كتيرة جدا ليه؟ لأن الناس أحبت الظلمة أكثر من النور هذا هو عمل المسيح رسالة المسيح هي رسالة الحب هنستكمل بعد ما ناخد تليفون أخونا شريف من مصر تفضل مساء خير سنور أهلا بيك أهلا بحضرتك الحقيقة أنا ليه مداخلة وسؤال بعد بإسم حضرتك تحت أمرك تفضل إذا كان في حد يبحث عن المسيح يحاول يوصله هل ده دور الإنسان يحاول يدور على الإله الحقيقي أم أن دور الله أن يصل إلى الناس ده سؤال وكيف يختلف الإنسان الذي يبحث عن المسيح وجوده حقيقي وأن هذا الإله الحقيقي هل هو دور الإنسان أم دور الرب؟ وإذا كان دور الإنسان أحيان من إيه؟ ده سؤال لحضرتك طيب أما ممكن ناخد السؤال وبعد كده ناخده من الدخلة أشكرك أشكرك جدا أخي شريف الأول الحقيقة أن الله بيبحث عن الإنسان وعلى الإنسان أن يتتبع إشارات البحث الإلهية عنه يعني الله بيبحث عن الإنسان وطرق بحث الله عن الإنسان من خلال إشارات ومن خلال أشياء يضاعها الله في نطاق طريق الإنسان اللي بحثه مرات يتكلم الله بحلم مرات يتكلم الله بمدخلة زي اللي حجرك دخلتها مرات يتكلم الله من خلال صديق مرات يتكلم الله من خلال نص أو آية طرق كثيرة جدا يتكلم فيها الله للإنسان واسمح لي أخي شريف أن أقرأ معك بعض الآيات اللي واردها في العهد القديم ولا سيما سفر أيوب وأنا أعتقد أن حضرتك تعرف شخصية أيوب أو تسمع عنها في سفر أيوب الصح 33 يقول هذه الكلمات من عدد 13 لماذا تخاصمه؟ لأن كل أموره لا يجواب عنها لكن الله يتكلم مره بإسنتين لا يلاحظ الإنسان ومره إسنتين هنا ليس بحصر الرقمين لكن المقصود مره إسنتين أن الله يتكلم بأنواع وطرق كثيرة جدا للإنسان لكن الإنسان لا يلاحظ دايما بيفصر الأمور على نطاق الصدفة يفسر الأمور أنه أشياء عادية حصلت ما بينتبهش لها زي أنا ماشي على طريق إسكندرية وعند إشارات على الطريق فضلك 120 كيلو فضلك 110 كيلو فضلك 100 كيلو ففي كل إشارة بشوفها على الطريق بتوضح لي أن أنا قربت أوصل الله بيتكلم مره وإسنتين لا يلاحظ الإنسان طرق كلام الله يقول كده في حل وفي رؤية الليل عند سقوط صبات على الناس في النعاس على المدجع دي وسائل للوسائل اللي بيتكلم فيها الله حينئذ يكشف أذان الناس ويختم على تأديبهم التأديب هنا لا يقصد به العقاب أو الغضب لكن التأديب هنا معناه أن الله يبدأ يحط إشارات أخرى إشارات الله بطرق متنوعة من ضمن الإشارات اللي الله يحطها في طريقي يسمح الله أنه مثلا شغل يتلغبط ويبدأ أصرخ لله أو أفكر اللي وراء الأمور دي كلها ممكن نتيجة العمل معين أوصاب تعب أو مشكلة صحية أبدأ من خلالها أفكر المشكلة دي هتوصاني الحد فيه والأمر ده هيوصاني الحد فيه وأكبر دليل المسيح قال ليك ولي ولكل واحد أخي الفاضل شريف في سفر الرؤية هنزا وقفنا على الباب وأقرع أي باب إنه باب قلبك وقلبي وقلب كل إنسان على انفراد المسيح يحبك بطريقة شخصية ويبحث عنك بطريقة شخصية وهو أتى إليك بطريقة شخصية يقرع على باب قلبك قرع المسيح على باب قلبك الإسلوب والوسيلة اللي بيستخدمها المسيح اسمه الحب لكن الطرق اللي بيستخدمها المسيح في قرع الأبواب على القلب الحلم الرؤية الحوارات التعامل قناة زي برنامج قناة إنجيل كل دي وسائل المسيح بيقول لي من خلالها والله بيبرهم من خلالها إني أحبك الجانب الإلهي بيعمله إيه هو؟ أنه بيجي لحد عندي ويقرع على قلبي إحنا مش قطع شطرنك عشان الرب يحرقنا كيفما هو يشاء لكن المشكلة الغير مفهومة في المسيحية وللبعض ربما ما يكونش قدمها بطريقة صح للناس وللعالم واللي بتختلف عن أي دين آخر أو أي فلسفة أو عقيدة أو أي مفهوم فهم الأدياء أو المسيحية أنا عايز أتكلم عن المسيحية بصفة أخصة ليس تحيزاً لكن عن اختبار المشكلة الغير مفهومة ربما لديك أخوي المحترم شريف ولبما لدى الكثيرين أن الله لما خلق الأرض وضع لها قانون ولما خلق الإنسان وضع له قانون القانون اللي خلق بالإنسان اسمه الحرية الكاملة الاختيار مصاره الذي يحدد مصيره وبناء على القانون الذي وضع الله للإنسان ووضع الإنسان فيه الله نفسه يحترم هذا القانون والله نفسه ملتزم بهذا القانون لا يتعدى حدود القانون الذي وضعه للإنسان بل من خارج حدود هذا القانون يرسل إشارات للإنسان أني موجود وأني أحبك ربما يكون وصل لك رسالة شوهت صورتي عندك ربما يكون وصل لك معتقد شوه صورتي عنك لكن هذا لا يعني عدم وجودي أنا موجود أنا أحبك لكني لإني أحبك لا أعاملك معاملة قطعة شاترانج لكني لإني أحبك أنا أعاملك كشخص له الحرية الكاملة على الاختيار الله لا يريد أن يجذبك إليه عنوة أو غصبا أو تحتهديدا لكنه يقول في الإنجيل وفي الكتاب المقادس يا ابني أعطني قلبك أخي شريف الله عايز قلبك باختيارك هل معايا مع حضرتك فالله بيبحث عالك بناء على القانون اللي وضعوا يرسل لك إشارات بناء على القانون اللي وضعوا لا يتعدى حدود القانون يترك لك كامل الحرية لشخصك بناء على كامل الإرادة الممنوحة لك لشخصك أنك تختاره أو لا تختاره سواء بقى اختارته أم لم تختاره فهو يحبك وإلى آخر نفس هيخرج من جسدك متأسف 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 وإلى آخر نفس هيخرج منا يعلن عن انتهاء حياتنا على الأرض الله إلى آخر لحظة ولو حيزة سنحياها على الأرض هو يحبنا مهما كان شرنا مهما كان بعدنا عنه مهما كان تبجحني أو تبجحي عليه مهما كان رفضي لي مهما كان ردي فعلي لي مهما كان مقاومتي لي فهو محبته لي لا تنقص ولا تقل لا تتغير مع تغيري في آية حلوة بتقول كده عدم أمانتنا لا تبطل أماناته لأنه لا يقدر أن يمكن نفسه يعني لا يقدر أن يمكن نفسه يعني الله أمين في المطلق ومحب في المطلق فمحبتي أو عدم محبتي لا تغير من نظرة الله لي أنه يحبني أنا بوزي أنا ملحد أنا هندوزي أنا 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 ناكل لي أنا 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 هو يحبك بطريقة شخصية جدا وهو يبحث عنك بطريقة شخصية جدا وهو يريدك بطريقة شخصية جدا أن تدخل معه لا في فرائد ولا تقوس ولا في ديانة وليست المسيحية ديانة لكن أن تدخل معه في علاقة شخصية جدا أساسها وقوامها وقاعدتها المحبة فكرة حضرتك أنا جاوبت على سؤال حضرتك بناء على اختباري الشخصي أنا بشكر حضرتك جدا بصي في النهاية يعني هذه الرسالة لم تصل ناس كثيرين وربما وصلت للبعض ولم يفهمها في النهاية يعني بالعقل والمنطق والحجد لن نتطيع أن نصل إلى ذلك ولكن ننتظر الإشارات كما حضرتك قلت اسمح لي أقول من داخلتي قرار الخلاص قرار المسيح حضرتك قلت كده وقرار الهلاك قرارك أنت يعني كل إنسان تجده قراره بالهلاك وقرار الخلاص في جيد المسيح هنا فيه تضارف في الإراضيين المشيئة العلياة أن الناس كلها تطيع وتخص الجنة ويصلوا إليه إنما الحقيقة أنه ده مش هيتحقق لأنه فيه ناس مش هتصل للمسيح وبالتالي هتهلك ودي ضد رغبة المسيح فهل الإراضي العليا للمسيح هنا تحققت أم أنها لك البعض لم يتحقق من خلالها الإراضي العليا للمسيح طيب تسمح لي أجاوب عليك وأنت موجود أو أحابب تخرج لا لا تفضل تفضل حضرتك أنا معك فيه فرق في الإنجليا أخ شريف بين الإراضة والمشيئة فرق جبير جدا في المعنى بين الإراضة والمشيئة إرادة الله لجميع البشر على وجه العموم الخلاص لا لهلاك لكن إرادة الله تتوقف عند إراتي بناء عليه بناء على أن الله أعطى إرادة حرة كاملة غير نقصة للإنسان فالله يريد دي آية في الإنجيل مش كلامي الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لكن تصطدم إرادة الله مع إرادة الإنسان ويقف الله أمام إرادة الإنسان فقط يرسل من خلال إرادته إشارات لتبره للإنسان على صحة هذا الطريق التعريف التاني مشيئة الله مشيئة الله تختلف عن إرادة الله وده اللي ربما حضرتك معرفش أنا أعلم من خلال صداقتنا على الفيسبوك أنك أنت كنت مسلم واخدت طريق اللحاد فهذه العبارات غير موجودة في الفكر الإسلامي في الفكر المسيحي هناك فرق بين الإرادة والمشيئة مشيئة الله يعني أنا عايز الحاجة دي تتعامل يعني تتعامل دي مشيئة الله إمتى مشيئة الله تتحرك لما أنا أدخل بإرادتي وقل للرب يا رب أنا قبلتك وأنا بعتبرك من هذه اللحظة أنك إمتى المالك على حياتي فتصرف فيها حسما أو حسبما مشيئتك هنا تيجي تفعيل مشيئة الله على حياتي لكن إرادة الله اتجاه آخر إرادة الله يريد أن الجميع يخلصون وخلق الإنسان للخلاص خلق الإنسان للحياة الأبدية خلق الإنسان للمحبة والتعاون والشاركة الروحية معاه لكن الله الذي خلق الإنسان وأحبه ومدلول المحبة وعنوان المحبة أنه كان يجب على الله أن يعطي للإنسان إرادة حرة كاملة فالله يريد لكن ماذا يريد الإنسان وهنا تتقابل الإرادتين مع بعض لا يتدخل الله وإلوه تدخل الله معناه أن الله أصبح لغى اللي ده لنا لسمه الإرادة معناه أن الله اقتحم شخصيتي معناه أن الله أكبرني على أخذ طريق معناه أن الله لو دراعي وحاشى أن الله يعمل كده لبيلو دراع ولا يقتحم ولا يتدخل لكن إرادته تقف ثامتة أمام إرادتي وعندما تتحرك إرادتي تتفاعل إرادة الله في خلاصي يتم هنا عمل اسم عمل المشيء أو عمل الخلاص هل عندك أي تعليق أخي شريف أو أطلاط مش عارف حدرك موجود أشكرك جدا 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 أخير وأتمنى أن نحن نتواصل مع بعض أنا أشكرك أرسل لك رسالة أخيرة نعم يسوع يحبك ويريد ويرسل من هذه المحطة من هذا المنبر إشارة ليك ليس صدفة على الإطلاق أن أتقابل على الفيسبوك بعدما أعلنت حلقة أحمد حرقان لم تكن تعرفني وربما لم تكن تعرف القناة فهذا يؤدي إلى ذلك الحلقة أو الأنوان بتاع أحمد حرقان قدت على أنك حضرتك أرسلتني ولما أرسلتني تفرجت على الحلقة لما تفرجت على الحلقة حضرتك كشفت عن هويتك وطريقة إيمانك لما كشفت حضرتك قلت أنا ممكن أشارك لما قلت ممكن أشارك كل الوسائل دي كلها أخي العزيز شريف هي إشارات إلهية واضحة لسمعك الرب هذا الكلام أن رسالة المسيح مش هي الرسالة اللي بتسمع من الكنيس ولا المنابر ولا مني ولا من الإعلام ولا من أي وسيلة إعلامية لكن رسالة المسيح هو رسالة المحبة رسالة الإنجيل لو حابب أنك تتواصل معي مرة تانية في الحلقة أنا برحب بيك لكن هاخد تلفون تاني معنا أخونا محمد متأسف محمد بس معرفش هو بيتصل مني تفضل أخويا محمد أهلا وسهلا سلام المسيح عليكم وعلى المشاهدين أنا بس كنت أحب أن أتواصل معكم في الحلقة شكرا أنا كنت نشأت في أسرة مسلمة ويعني عشت في مسلم لمدة أربعين سنة بس المشكلة أني خرجت برة سورة الإسلام يعني رجعت خطوة كده الخلف وشفت السورة الحقيقية للإسلام وأنا بأتمنى أن الناس يعملون كده يعني بس يرجعهم خطوة وراه وشوف السورة الحقيقية على الإسلام ولي بيعملوه مثلا داعش ولا بيعملوه اللي هو الجماعات دول دول مش حاجة غير طبيعية دول ده يعني أساس الإسلام دي حاجات يعني مفروضة على المسلم دي حاجات لا تتعامل يعني دي حاجات مش يعني مش هم عاملينها من دماغهم حاجات موجودة في القرآن حاجات موجودة في الكتب السيرة والأحاديث والحاجات دي كلها أنا المسيح أنا معالية بأننا يعني I convert from Muslim to Christianity ودلوقتي بحاول أني أتعرف على الدين المسيحي وأنا كنت من يعني من فترة بحاول أني أنا أتعرف على الدين المسيحي لأن لأسباب كتير يعني عندي أصحاب كتير مسيحيين وكده يعني بس الحاجة الجميلة اللي شفتها فيهم أنهما التسامح المحبة الحاجات يعني فيه فيه روحانيات موجودة مش موجودة في الإسلام عشان كده هل أمنت بالمسيح؟ هل جعلت المسيح أن يكون مخلط شخص لحياتك؟ صليت مع حد عشان تقبل المسيح في قلبك؟ نعم صليت صليت مع كناة القرمة أمين وصليت يعني كذا مرة مع كناة القرمة وفيه بحاول أتابع مع يعني أبونا موجود في الولاية اللي أنا فيها ويعني بحاول أني أتابع عشان أتعرف أكتر وأتعمق أكتر بس أرجو من المشاهدين المسلمين يعني لو أنت لسه على دين الإسلام وكده يعني بس إرجاء خطوة وشوف الدين ده على حقيقته وفكر بس دقيقة يعني فكر دقيقة واحدة حقيقة الدين ده إن الدين يعني رب الدين ده بيستمتع بمسرن بعذاب الإنسان مثلا أو اللي يعمل مش عارف إيه أقوله كذا اللي يعمل كذا يقلد مش عارف أد بإيه يعني دين قبلي مش مجين إنساني ما فهوش يعني الإنسانية اللي فيه يعني أومص من عدمة يعني 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 يهور علوب الناس كلها بس فكر يعني هي المشكلة إن الواحد نشق وكبر على يعني على تقوش وحاجات معينة ونشق مسلم يعني مش زنبي مثلا نشأت مسلم بس يعني مشكلة إن الواحد لازم بعد فترة مثلا بعد فترة ما أنا لازم تفكر إن أنت إنت رايح فين وإنت تعمل إيه هل ده مصبوط هل ده دين هل ده يعني مثلا كلام كتير يعني أنت تقرأ القرآن فيه خشونة قوية جدا يعني غير آدمي يعني حاجات حاجات كتير غير آدمية يعني فهي دي خبرتي وأنا بحاول أن يعني أشارك معكم بس بحاول أقول كمان لو قناة الكرمة يحاولون أنهم يعملون للبرامج بتاع يعني دي يعني بأرجو أن ربي يساعدكم أنت في نشر الفكرة أمين أشكرك ربنا يبركك وربنا يثبتك هنصلي لأجلك يا محمد الرب اللي قادك والرب اللي فتح حيونك والرب اللي جعلك تشوف الإسلام كما تقول على حقيقته والرب اللي قادك لعمل المسيح وجعلك تشوف محبة والسلام ونعمة المسيح والتسامح والغفران والحياة التي في المسيح ربي يثبتك في النعمة شكرك جدا أحبانا لما عملت بحث على كلمة الحب والمحبة في القرآن لقيت بعض الأحباء بيقولوا أن كلمة المحبة في القرآن وردت 84 مرة واستغربت جدا أنهم بيعدوا أي كلمة مجرد أنها تتذكر على أساس أنهم يعملوا عد لها وتباهوا أن القرآن عنده محبة على سبيل المثال لما بسيط لل 76 ولا لل 84 مرة القرآن ذكرها والمسلمين بيغضوها بدون التعداد عشان يحاولوا يوهموا للناس أن القرآن كتاب للمحبة وكتاب للتسامح ودي للتسامح والمحبة على سبيل المثال عدين من ضمن العد الموجود زين للناس حب الشهوات من النساء وقال لك واحد مثلا أن الله لا يحب الكافرين اتنين أن الله لا يحب الظالمين تلاتة أن الله يحب المتقين أربعة حتى تنفقه مما تحبون وما تنفقه من شيء فأن الله يبيع عليه يعني أنا اللي بنفق مما أحب فحسبوا هنا كلمة حب خمسة وهكذا لما تكمل بباقي كل الآيات اللي هم كاتبين على أساس أن هي بتجمع المحبة مثلا من ضمن الكلمات اللي جمعينا عشان يزودوا عدد كلمات المحبة في القرآن ويقدموا أن الإسلام فيه كلمات عن المحبة وعن التسامح مثلا سورة يوسف آية 30 وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسها قد شغفها حبا أن لنراها في ضلال ومبين أدي عدلها وحسبين أنه من ضمن الرقم اللي 84 المذكور فيه كلمة حب ومحبة ومشتقطها في القرآن مثلا كلمة تانية قال رب يوسف يكلم عن نفسه في سورة يوسف قال رب السجن أحب أليه مما يدعونني السجن أحب أليه هنا جمعوا كلمة أحب من ضمن الكلمات اللي بيقولوا أن القرآن بيقول عن المحبة ولو تتتبعوا الكلمات المحبة لذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا هنا جمعنا كلمة استحبوا الحياة الدنيا من ضمن كلمات المحبة اللي الإسلام فيه محبة وتسامح وسلام والقرآن مليان بآيات القرآن والتسامح وهنا بيقدموا أن القرآن دين تسامح ومحبة هو الموضوع موضوع محبة أن أنا كل ما أتقابل مع كلمة فيها محبة أروح جماعة هاتلي آية من القرآن بتقولي أن الله بيحب العالم أنا قدمت لك آية من الإنجيل الذي هو رسالة المسيح الذي هو موضوع عن المسيح الذي هو موضوع الحب بتقول أن المسيح أو على فام المسيح لأنه هكذا أحب الله العالم لكن طلع لي آية من القرآن بتقولي أن الله بيحب العالم أنا عايزة بكل بساطة تعمل بحث وإنت قاعد عن كلمات الحب والمحبة في القرآن وهتتفاجئ يلي بيقولوا أن الإسلام دي للتسامح والمحبة حالة تانية الأمر اللي استغربته والأسف كنت ببلعه زمان ومش مستغرب له أن الكلمات اللي اقترنت بمحب أو أن الله يحب تعالوا نشوفوا جاية إزاي ونشوفها في الإنجيل جاية إزاي عشان نشوف أن رسالة المسيح هي رسالة حب ونشوف أي معتقد آخر بيتعامل مع الإنسانية ومع الإنسان إزاي على سبيل المثال في البقرة آية 190 أن الله لا يحب المعتدين البقرة 276 والله لا يحب كل قفار أسيم قفار أسيم آل عمران 32 فأن الله لا يحب الكافرين آل عمران 57 والله لا يحب الظالمين النساء 36 وأن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً النساء 107 أن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً المائدة 64 أن الله لا يحب المفسدين الأنعم 141 أن الله لا يحب الخائنين النحل 23 أن الله لا يحب المستكبرين الحج 38 أن الله لا يحب كل خواناً كفور القصة 76 لا تفرح أن الله لا يحب الفرحين دي كلها الآيات أو دي جزء من الآيات اللي اقترنت أو أتت فيها كلمة المحبة بعض الله بس أتت إزاي؟ أن الله لا يحب تعالوا أن نشوف الآيات اللي اتكلمت عن المحبة أو محبة الله في القرآن جت في 8 أنواع من البشر يعني الله بيحب البشرية لكن يجب أن يكونوا في 8 أنواع دون النوع الأول أن الله يحب المحسنين النوع الثاني أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين النوع الثالث أهل عمران 76 أتقي فإن الله يحب المتقين اللي بعدها المائدة 42 أن الله يحب المقسطين أهل عمران 146 أن الله يحب الصابرين أهل عمران 159 أن الله يحب المتوكلين أهل عمران 76 أتقي فإن الله يحب المتقين حاجة تانية أغرب في الصف أربعة أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص يعني الله بيحب اللي بيقتله الله يحب المتقين الصابرين المتوكلين المقصطين المحصنين التائبين الطاهرين دي النوعية اللي الله يحبها لكن تعالوا نشوفوا الإنجيل عشان نحط ونكون مقارنتنا مقارنة عادلة قبل ما أخذ التليفون اللي موجود معايا في الإنجيل بيقول إيه كده رسالة روميا صح 3 الله بيّن محبته لنا ونحن بعض خطاء مات المسيح لأجلنا الله بيّن محبته لنا ونحن بعض خطاء مات المسيح لأجلنا الله بيحب الخاطئ يسوع بيحب العشرين والخطاء يسوع بيحب كل إنسان موجود على وجه الأرض لا يتفق مع أعمالك لا يتفق مع أفعالك لا يتفق مع الشر اللي ربما يكون إبليس بيصدره من خلالك لكنه يحبك كونك كإنسان يحبك وسيظل يحبك وكما قلت الأخي شريف كنت رافض لي أو كنت قابل لي الله محبة فرق كبير جدا بين التصنيف اللي قدموه للقرآن وبين الآيات اللي موجودة في الإنجيل رسالة القرآن هي رسالة لفئة معينة لكن رسالة الإنجيل هي رسالة حب الله للعالم كله ناخد تليفون ونكمل عن المفارقات بين المحبة في القرآن والمسيحية لنكتشف أنه رسالة المسيح هي رسالة المحبة أماد بن سوريا تفضل أهلا 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 مساء الخير مساء النور أهلا بك كيف صحة أهلا وسهلا أنا بشوف البرنامج لأول مرة أهلا بك وتابع الفضائيات وعدة الفضائيات تختص بالأمور الدينية أول شغلة أنا خارج الأديان سمعني حتى تعرف أنا كيف توجه أوكي الشغلة الثانية أنا كتير متأثر بالوضع اللي عم في المنطقة الشرق الأوسط ونحن معك أوكي فأنا عندي بيت شعر مقال من أكتر من 100 سنة وأنا ناسي اللي قيله هو بيقول سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم معايا خامد معاك أنا أنا معاك أنا معاك سلام على كفر يوحد بيننا يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم بعده بجهنم أنه هذا هو الحل لمنطقة الشرق الأوسط وللإنسان بالشرق الأوسط طيب هل عندك أي مدخلة تانية أو فكرة تفضل آه آه أسماع نقطة تانية تفضل بالنسبة للإسلام إذا أخذنا الوليد بن يزيد وهو على مسافة 85 سنة من وفاة الرسول أوكي أوكي له بيت شعر حقيقي هذا البيت شعر ما إجاب من لاشيء وإنما إجاب المسامرات يلي بصير المثى يوم اللي البني عمية الوقت كانوا حاكمين بيقول تلعب بالنبوة هاشمي فلا وحي أتاهم ولا كتاب تمام أوكي فهذا البيت شعر مو بيت شعر هذا البيت شعر بنمع عن حواريات تمت على مسافة على مقربة من وفاة أولو تاني يا أستاذ عمد بيت الشعر تلعب بالنبوة هاشمي فلا وحي أتاهم ولا كتاب هذا ابن عم لا محمد من بني أمية من طبعا ابن ابن يزيد ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن عمر ابن إشامي ابن أبو جه تمام فالنقطة نحن إذا نحن المفهوم الديني الإسلامي بشكل خاص بده يوصلنا لهالفترة اللي نحن وصلنا لها هلأ فما بيعتقد عاقل يبدو هذا الشيء أخي عمد ممكن سألك سؤال شخصي اتفضل أشكرك أشكرك حضرتك من أي خلفية قبل ما تترك الأديان مسلم 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 من أي مذهب سني مسلم سني أه أه أكي هل سمحت لك أي فرصة في أي وقت أنك تقرى الإنجيل طبعا أريد الإنجيل والإنجيل وأنا أنا بوضع بغرفة نومي في الكتاب المؤدس بحدي الأديم والجديد والقرآن لا أنا بركز بشكل أخص على الإنجيل اللي هو العهد الجديد أريد العهد الجديد طب هل عندك أي تعليق على العهد الجديد أو يعني أنت دلوقتي اخترت طريق اللاديم بالظبط بالظبط وأعتبرت أن الأديان هي الجهنم الإشكالية 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 موجودة هي الفكر الديني بالظبط أنا أطفق معك أنا أطفق معك في الفكر الديني أنه إشكالية كبيرة جدا ولم يفيد الإنسان بل أزى الإنسان طبعا أنا أطفق معك طبعا لكن أنا أتكلم عن شخص واحد وحيد طلعوا لي برأي دين هذا الشخص طلعوا لي يعني ناخده كمكياس لوحد وطلعوا لي برأي دين طبعا اللي هو شخص المسيح طبعا من الإنجيل مش من القرآن من الإنجيل مش من القرآن هل عندك أي تحفظ أو تعليق على شخص المسيح من الإنجيل شوف سيد بقول أنا أنا أفتح يعني قلبي لك وأحترم رأيك أود أن أسمعك بصدق تفضل طيب سيد كريم شوف أنا مع تعاليم السيد المسيح يقول لي أعمال أرشتشلون لأنه أنا برأي دين أنا مع تعاليم السيد المسيح تعاليم أخلاقية إنسانية تدعو إلى المحبة أحبوا أعداءكم فكل شيء أنا مع تعاليم السيد المسيح أطلاقاً أمني ضد بالعكس بالعكس يعني أنا بيقول لي إذا خيرت بين الأديان السماوية السلاس فماذا تختار والأخطار المسيح طيب ممكن أعترض على حاجة صدر لا يوجد تعبير اسمه أديان السماوية سلاس منك أنا عم بتسمع آه من عم بتسمع أنا بقول لي كلام دو أنا مسؤول عنه أنه الأديان السماوية كذلك يعني كذا يقال أنا هذا الشيء هذا التعبير أنا خارج مفاهيمي أنا خارج مفاهيمي أنا خارج مفاهيمي طيب أنا هريحك يا أخي أمات سداني أسمع لي أول حاجة لا يوجد لا يوجد شيء اسمه أديان سماوية سلاسة ده رقم واحد رقم اثنين رقم اثنين ليس عند الله دين رقم ثلاثة لا يوجد لم يأتي المسيح ليؤسس الديانة المسيحية تمام الأديان صنعت البشر الأديان صنعت البشر الأديان صنعت البشر تتفق معي في الأربع حاجات دول طبع أبدا مئة بالمئة أوكي طيب فأنا يعني أشتب أن أنت لو خير لك أن تختار أحد الأديان هتختار المسيحية أنا أقول لك متأسف ما تختارش دين طبعا ماشي طبعا أنا أنت ما انتبعت علي أنا أقول الفكر الديني انتبه أنا أريد أن أوصل لك رسالة معينة أيتفضل فأنا دلوقتي بقول لك لو خير لك يا أخونا عمد أنك تختار دين أقول لك لا تختار دين لكن أنا النهاردة أقدم لك شخص الشخص ده اسمه المسيح حضرتك بتقول أنا ما عندي مشكلة بينه وبين المسيح صح؟ لا أنا شوف الأعمال أنا عندي مشكلة أنا ما تكلم عن المسيح أما تتعلم أنا مالك الأعمال أنا عندي مشكلة أما تعالين أوكي أقول لي مشكلتك مع عمل المسيح أعمال المسيح هاي الشفاء وما الشفاء هاي أنا خارجي تفكيري كل يأتي طيب أوكي حضرتك مش مؤمن بالشفاء أنا أرتبط بأخلاقيات أوكي يا أخي عمد الأخلاق تتكلم عن الشخص صح؟ طبعا والأخلاق تزبط صدق هذا الشخص صح؟ مصداقية الكلام بالضبط بس تزبط صدقه تزبط مصداقية كلامه اللي بيعكس صدقه بالمبادئ لا الأخلاق تظهر في السلوك أنا أنا اسمع لي يا أخي عمد في السلوك أوكي أنا معك الأخلاق تظهر في السلوك والسلوك تعبر عن طبيعة الشخص والأخلاق والسلوك يعبرون عن مصداقية هذا الشخص تتفت معي؟ أوكي معك أنا فذا كنت أخلاق المسيح وتعليمه عبرت عن مصداقيته فبالتالي أعمال المسيح لا يمكن أن تخرج من مصداقية مختلفة عن مصداقية المسيح ذات صاحب الأخلاق العالية شوف سيدة كريم أنا أنا إنسان عقلاني وأنا بكلمك بالعقل يا أخي عمد أنا معك أنت تكلمني بالمنطق بالضبط أنا مش بتكلم هنا بأيات أنا تكلمني بالمنطق بالضبط أخي عمد أنا عايز أقولك حاجة صغيرة أنا شخص كنت مسلم في وقت طويل جدا وكنت ملحد وكنت ملحد أكتر من سمع سنين فأنا أحترم جدا أحترم جدا العقل وأحترم جدا المنطق ولهذا أنا أتحدث مع أخي عمد بالعقل والمنطق شخص أنت رأيت في تعليمه أخلاق سامية إذن هذا الشخص لا يمكن أن يدعي شيء الشخص اللي تجد فيه أخلاقه أخلاق سامية وعالية لا يمكن هذا الشخص يدعي شيء وما الأزى أنا أسألك سؤال يا أخي عمد وأرجو أنك تفكر فيه واجوبنا عليه ما الأزى الذي يؤذيك شخصيا لما المسيح يتجول في الأرض يصنع الخير والرحمة والشفاء لمن يعوزهم هذا ما الأزى ما الموضوع أزى ما الموضوع أزى هذا خير مو أزى هل ده يعيب المسيح هذا خير أنا معه هل ده يعيب المسيح أبدا 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 هل المسيح لما يفتح إيده ويشبع الناس أعيب هل المسيح لما يمدي إيده ويشفى الناس عيب لا هل المسيح لما يلاقي واحدة حزينة وقلبها مكسور على ابنها المي ويروح يلمس النعش ويأمر الولد ويقوم من الأموات هل هذا عيب؟ مو عيب بس أنا لا أقنع انتبه سيد جريم أنت إذا بتقلي اتجه إلى منطقة الشرق الأقصى فأنا معبوزة مع حكمته وأنا مع المسيح مع تعاليمه أنا خارج يطاق الألوها أنا مش بكلمك على أديان يا أخي عمد أنا ما أكلمك عن شخص أنا ما أكلمك أنا معك أنا شو قلت لك أنا قلت لك أنا مع حكمة بوزة ومع تعاليم المسيح طيب أوكي أخي عمد بينك وبين نفسك امسك حكمة بوزة اكتبها وسطرها قدامك وامسك حياة مش بس تعاليم المسيح امسك حياة المسيح وتعاليمه وحطه قدام بعض وأنا يعني أراهن على ضميرك الحي وعلى أخلاقك الأدبية سوف تجد وأنا أضمن لك من هنا على الهواء سوف تجد أن يسوع المسيح ليس مثله أي كائن مهما كان اسمه على وجه الأرض هذا الحديث بالدجال سي مفتوحة أمين أنا هاخد رقمك وهكلم معك لكن أرسل لك هذا الحديث بالدجال سي مفتوحة أرسل لك تحياتي وعيز أقول لك أعيز أقول لك أن يسوع المسيح شخصية حقية بتعليم وبحياة طبعا شخصية حقية حاكمية في أن الحكم أن يكون إسلاميا بس ما عليش يفتشوا بالقرآن من أول صفحة لآخر صفحة ما لحي يلاقوا كلمة حرية معاك أطفق معاك ما حد بيلاقي كلمة حرية فإذا أنت إذا بدك تحكمني بدون حرية شون بدي إقبالك مزبوط لكن لو فتشت الإنجيل لو فتشت الإنجيل هتلاقي كلمة حرية طبعا طبعا أشكرا وأريانا ربنا يبركك ويوفقكم على القناة أصلي من أجلك وشكرا إليك أعطيتني من أجلك أشكرك صلي من أجلك ربنا يبركك أشكرك جدا أشكرك أخي عمد هل هناك يوسف معنا الأخ يوسف تفضل ألو أيوة مساء الخير إزاي حضرتك مساء النور أهلا بيك تفضل حضرتك دلوقتي أنا سمعت المكالمة مساء حضرتك مع الأخ عمد أنا كان نفسي وهو ده نهج البرنامج تمام تفضل أنا أبقي تمام وأعرف واحد صديق حضرتك سمعني بتقول حضرتك أنت إيه سوريا متأسم أبقي مسيحي مسيح أمين أبقي صديق جدا يعني أعرف كويس جدا هو كان موسيم من أحد الأسباب الأساسية أنه هو بقى مسيحي أنه هو كان يسمع الناس في الجوامع يقعدوا يدعوا المسيحيين ويبقى الجامعة لازق في الكنيسة والناس اللي في الكنيسة وكانوش من طاقة يبدأ بهم أنا عايز أن يبقى زي ما البرنامج رسالته أو عنوانه النهاردة رسالة المسيح رسالة الحب أنا مش عايز نجيب حاجة في القرآن ونجرح في الناس لأن دي طريقة لو حتى خلت واحد بي فكر أنه هو ييجي صدقني الشطاب هيركبه والعدة هيركبه مش هيجي خلينا بتفسنا يسوع جميل دينا جميل خلينا والدنيا بتولع هناك جميل إن احنا ننور الناس ونعرفهم بس في نفس الوقت أنا مش محتاج أقول كذا وكذا وعدد الآيات الحب كذا وعدد الآيات أوكي ما فيش مشكلة جميلة إن حضرتك بحثه لكن في نفس الوقت أنا لو خلتني كنفسي وأعدت أتكلم عن الجمال عندي أنا عندي جمال لو أعدت أتكلم عنه من السنة الجاية من هنا للسنة الجاية مش هخلصه في ديني أنا أتكلم في جمال ديني طيب أنا هسألك سؤال يا أخي يوسف أنا بحترم رأيك جدا وما عنديش أي مشكلة خلص مع رأيك على الإطلاق لكن أنا هسألك سؤال لو أنت ماشي في مرة مرات وليت شخص بيغرق قدامك وبتحاول بكلمات هادية تقوله تعلمه إزاي يطلع من البحر وهو مش عارف يطلع من البحر أنت هتعمل إيه لا حساعده طبعا إزاي إزاي يطلع للمساعدة إلا أنا بأعرف عوم حنزل عوم وحاول أشده على الشط وإنت بتشده مش هتقلمه مش لا أقلمه إزاي لا إنت عارف في قانون الغوص إيه الغوص إيه آه يسأل أي واحد غواص ويسأل أي واحد بيشتغل أو بيعنده فكرة عن الأمور دي عشان تقدر تنقذ واحد غرقان لازم تنزل ولازم تضربه الأول عشان يفقد الوعي ليه لأنك وإنت بتنقذه لو هو بيعمل أي حركة ممكن يغرأك ويغرأه يار يار تمام اللي احنا بنعمله مش بنهين أو نجرح اللي احنا بنعمله بنفتح الزهن وبعتقد أن المسيح والرسول بوليس اتبعوا نفس النهج أننا بفتح الزهن بقول للشخص أن كتابك بيشمل كلمات الحب 84 بس هاتلي نص يتكلم عن محبة الله بطريقة شخصية في المقابل بروح مطلع نص من الإنجيل أو الكتاب المقادس يتكلم عن محبة الله بطريقة شخصية أنا بحط جواه عملية بحث حضرتك في الحسة لما بتتكلم على أن لا يحب المناطقين أو حاجات يعني لا يحب الكسب لا يحب النتاق لا مش عارف إيه حضرتك بتتكلم عن مش عدم الحب أو الحب حضرتك بتتكلم عن وصائع عظيمة هل يعني يعني معلش مرضو حضرتك إثقاءت في الحب وعدم الحب ما كانش مصبوط طيب أنا هكلمك أرد عليك أنا أعرف القرآن كتير جئاوي بالمناسبة طيب بص يا أخ يوسف أنا شخص كنت مسلم يعني أكتر من نص عمري أنا أعرف بص الذي أنا أتكلم عنه هو أنا نفسي طيب أنا أعرف أنا أتكلمك بأي لغة مش أفتري على أهل المسلمين أنا أتكلم عن الإنسان يا أخ يوسف عن الإنسان كون أن أنت شفت أن الله لا يحب المعتدين ولا يحب الكفار أسين ولا يحب الظالمين شايف أن هي وصايا عظمة أنا أعترض عليك ليه؟ لأن رسالة النهاردة اللي أنا أعايز أقدمها وللإنجيل بيختلف معها أو بيختلف مع كل رسالة موجودة على الأرض الإنسان وأفعال الإنسان الإنسان حاجة وأفعال الإنسان حاجة أنا محبش أفعال الشر محبش أفعال الشرير محبش أفعال الظلم محبش أفعال الظلمة محبش أفعال الإس ما أحبش أفعال الخطيئة ما أحبش أفعال الزنا لكن يبقى الإنسان هو قضيتي هذا الصارق أنا لا أحب سرقطه ولا أحب اختلاسه ولا أحب فساده إمتى بقى الوصية تبقى عزمه وسمينه لما الوصية تركز على الإنسان نفسه أن الله يحب الإنسان نفسه لكن لا يحب اعتدائه الله يحب الإنسان نفسه لكن لا يحب إثمه الله يحب الإنسان نفسه لكن لا يحب بعده الله يحب الإنسان نفسه لكن لا يحب ظلمه دي المشكلة اللي أنا بأعرضها النهاردة إخي ووسف هذه الوصاية اللي أنت شايفها عظيمة هي مش عظيمة لأنها بتضرب في إنسانية الإنسان إذا كان الله لا يحب المعتدين معنى أنه مش بيحب الإنسان المعتدي الإنسان نفسه جوار الإنسان لكن قوم الإنسان وحب الإنسان وقدم له حب في ذاته في إنسانيته في شخصه وتعالى قل له الاعتداء بتاعك ده أنا لا أطفق معك فيه وده اللي موجود في الإنجيل أنا معرفش يوسف طلع ولا موجود لكن ده اللي موجود في الإنجيل يا أخي يوسف الإنجيل بيقول إيه الله بيّم محبته لنا ونحن بعض خطاء ونحن بعض خطاء يعني خاطي ومعتدي خاطي وزاني وخاطي وسارع خاطي وكافر خاطي وأي انديانة مهماك خاطي وبقوله أنت مش موجود لكن الله بيحبني لإنسانيتي حضرتك سمعني؟ أنا دلوقتي سمعك أنت سمعتني؟ أنا سمع حضرتك أنا كنت سمع حضرتك الواضح أنهما معلش يعني في حاجة فضلت أو حضرت كنترول فضلنا علينا بس دلوقتي حضرتك أنا برضو أرجع أوصل لحضرتك ثاني فكرتي إن الله لا يحب المناطقين دي معناها مش معناها ما يحبش الإنسان لكن ما بيحبش يعني ما بيحبش الصفة أو ما بيحبش الفعل أخي يوسف ده تفسيرك إنت لا مش تفسير أنا لا ده النص بيقول كده في قاعدة أخي يوسف أنا بقولك أنا كنت مسلم في قاعدة بتقول لا اجتهاد مع النص ده النص كده أخي يوسف أن الله لا يحب المعتدين يعني الإنسان المعتدي الإنسان في ذاته هذا الإنسان اللي تولد ظروف أكبرته بطريقة معينة يكون معتدي أو كافر كافر يعني يعني عنده ملة تانية أو ديني تاني طب إيه رأيك؟ إن الله لا يحب الكافرين حضرتك بتقول مسيحي كبطي أنت في نظر القرآن أنت كافر مشرك أنا فاهم يعني إله القرآن يا أخي يوسف اسمعني أنا أكلمك بفكر إسلامي أنا كنت مسلم يا أخي يوسف حضرتك في الستوديو حضرتك في الستوديو بتتكلم وما تعرفش أن في ناس بتتقتل وبتتدبح بسبب كلام يعني هم مش نقصين هم عندهم أخي يوسف أخي يوسف المواضيع بقى الفتنة وأننا نعمل فتنة والناس بتتقتل بسببنا المواضيع دي قتلت بحسا لو سكتنا الناس بتتقتل لو مسكتنا الناس بتتقتل 1400 سنة الناس بتتقتل والعالم كله بتقتل وهل اللي كانوا في العراق عندهم قناة هل اللي كانوا في سوريا عندهم هل الأزيديين اللي بيتباعوا سبايا عندهم قناة هل واحد أزيدي طلع على شاشة واتكلم عن الإسلام أخي يوسف المبادئ دي مع احترامي ليك وأنا بجلك وبحترمك على شكل على إنسانيتك وعلى تفكيرك وعلى أفكارك الطيبة مش هتجيب نتيجة وهم زي ما بيكفروني أنا طالع بقول أنا مش كافر أنا سألتك سؤال حضرتك هربت منه أنا بقولك أنت في نظر المسلم كافر طب اسمحلي اسمحلي طب اسمحلي اسمحلي حضرتك تكلم صراطة بمتازية مش هربت منه آه لا اسمحلي أنت في نظر اسمحلي أخي يوسف أنت في نظر المسلم كافر طيب وقالي عمران 32 بتقول إيه إن الله لا يحب الكافرين يعني الآية دي بتقول الله ما بيحبكش أنا بسألك سؤال في الآية دي يا أخي يوسف يا أخي يوسف يا أخي يوسف حضرتك لو أري أنا بشكرك جدا بس حضرتك لو أريت الإنجيل هتلاقي أن المسيح في إنجيل ماركوس الصح 7 وبخ الكتب والفرسين على أعمالهم أنا مش أحسن من المسيح يا أخي يوسف أنا مش أحسن من المسيح المسيح دخل في إنجيل ماركوس الصح 7 وبخ الكتب والفرسين على أعمالهم مش لذاتهم على أعمالهم والكتب والفرسين دول طبقوا تطبيق خطأ للوصايا فالمسيح وبخهم أنا مش أحسن من المسيح من حقي أننا أطرح أسئلة من حق أن أنا أطرح أسئلة ولا سيامة يا أخي يوسف غرض برنامجي أن أكلم أهل المسلمين أنا أعرف وأعلم بلغتهم وأعرف كيف أتحدث معهم ومع هذا أنا أحترمك جدا وأحترم رأيك ونحن سنقدم الجميل في المسحية وباستمرار بنقدم الجميل في المسحية والقناة مليانة برامج كتير جدا بقدم الجميل في المسحية لكن أيضا لازم يكون برنامج هناك بيقول المسلم فكر بناء على 1-2-3-4 ارجع قرآنك بناء على 1-2-3-4 وأنا ما زلت أقول لك القرآن بيقول لك أن الله لا يحب الكافرين وأنت في نظر القرآن كافر ده حكم القرآن عليك أخونا طلال من الأمراض فضل أخ طلال ألو مساء الخير أخ أندرو مساء النور أهلا بيك أنا أول شيء بحب أمس عليك وأنا بإسمي بصلي بصلي للرب وقول كل واعب يشوفك بصلي للرب أنه الله يكثر من أمثالك الذي ينور الناس ويلجم يلجم كل أفواح المتكلمين على المسيحية وأنا الدين المسيحي أشكرك جدا أخي طلال الله يخليك أخ أندرو أول شيء أنا أنا إنسان عابر يعني دخلت المسيحية جديد يعني كنت مسلم أنا كنت مسلم آه بس أبل أن أدخل المسيحية مرت علي فترة طويلة طويلة كتير يعني اسمي مسلم بس أنا كنت بيت كل البعد عن الإسلام لا صلاة لا صيام لا عبادة لا يعني كنت بيت عن الإسلام بكل تصرفاتي بكل أفكاري بكل شيء لسبب أنه أنا خلص وصلت لمرحلة ما في يعني ما شوفت أنه فيه فايدة بصلي بدعي بس ما فيه نتيجة وفيه تناقض والأحداث اللي قاعدة بتصير كل يوم يعني هم خلتني أشك أكثر بالإسلام فبعدت عن الإسلام بكل شيء واحدة من زميلاتي مسيحية نورتني بس أنا سأتسأل للمرة الأولى أنه كل الفترة اللي بعرفها ما عمره فكرت تحكي ماي بموضوع المسيحية ولا عمره عرضت علي أنه مثلا أدخل بالمسيحية بس لما لجأت لها وحكيت لها أنه أنا مش مرتاح أنا بايع يعني لا إسلام لا مسيحي لا دين اسمي مسلم بس ما فيه إله أعبده مؤمن بوجود الله بس ما فيه طريقة أني أوصل لأله أوصل لأله يعني أدعي فيها الله بلشت تنورني وتتحكيني عن المسيحية وبلشت أقرأ وأسمع وأشوف وأحضر أنا لحد ما شفتها وفعلا بلشت أحس بأنه كل شيء منطق وكل شيء واغي يعني كل شيء كانت تحكي لي وكل شيء شفت وقرأته بالإنجيل أو حضرته على الفيديو أو مدخلات أثبت لي أنه في فرق كبير وأنه أنا راح أشوف الراحة بالموضوع الآن وفعلا دخلت المسيحية وصليت وسلمت حياتي لسيدنا يسوع المسيح ومن البداية بلشت الأمور تختلف معي من بداية من بداية ما سلمت حياتي للمسيح حياتي كلها بدأت تتغير وشعوري بدأت يتغير سواء حسيت بالراحة أموري بالشغل الأموري بحياتي الإجتماعية بحياتي العامة كلها تغيرت أمين أمين أشكر رب على هذه النعمة يعني تهلم واحدة من الآيات بالإنجيل بإنجيل يوحن الأصاح الثامن أنا هو نور العالم أمين من يتبعني فلا يمشي بالظلمة بل يكون له نور الحياة أمين وأنا بطلب منك من الأخ أندرو ومن كل واحد بيسمعني أنه يصليلي كمان أنه مثل ما الله نورني واختارني لأمشي بالطريق الصحيح أنه الله يختار أهلي أمين وبتمنى النور النور اللي وصلني أنه يوصل لكل واحد أمين 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 ربنا يبركك إحنا نصلي لأجلك ولأجل أهلك ولأجل كل أحبانا المسلمين اللي ما زلت أقول أنه مش هدفنا نجرح في حد بقدر ما هدفنا بنطرح أسئلة وبنقول للناس فكروا وبنقدم في نفس الوقت المسيح المحب أخونا طلال اكتشف فيه أنه هو نور العالم النور الحقيقي الذي أتى للعالم لينير كل العالم ربنا يبركك إطلال هنصلي لأجلك والأجل أهلك والأجل جميع أحبائنا في كل مكان في العالم والأجل كل المشاهدين ناخد تلفون ثاني معنا الأخت مونة تفضلي هلو أيوة تفضلي أخي أخي أمبر ربنا يبركك ربنا يبركك أنا بس عندي مدخلة صغيرة عرفة أنه وقت البرناميق رب يخلص لكن تابع الحلقة ربنا يبركك أحبانا كلهم العالم وأعملوا مدخلات أنا بس عايزة أرد على الأخ رغادي يوسف اللي بصل قبل الفاتد وبيقول أنه يعني ممكن يكون نحن بالعرض أو البرامج بتهيج الناس أنا عايزة أقول أنه يعني الأتل موجود والأتغاد موجود لنا من قبل وجودة قنوات الفضائية بالضبط ويمكن بلو الوجودة قنوات الفضائية المسيحية كان ممكن الأتل دا يزيد والأتغاد يزيد أكتر لكن يعني مش بسبب القنوات تاني نقطة عايزة أقولها حاجتك ربيت عليه وقلت له على فكرة أنه لو شايف حد بيغرأ أنا لازم أنقذه فيه اختبارات آلاف الاختبارات بالجنة على قناة الكرمة زي ناس إبلوا رب وحياتهم اتغيرت وإبلوا المسيح وخلفيات غير مسيحية هذكر على سبيل المثال بسرعة جدا منهم حد قال أنا إمام كان إمام جامع وقال أن كنت بقت المسيحيين وبفجر الكنيس ورب تعمل معاه وغير قلبه حياته واتصل يشهد وقال لأنا بنيابة عن كل المسلمين وأنا بعتذر لكم عن الناس اللي قتلتهم وكنا إذا فكرتها ورب دخل قلبه وغير حياته وأنا بتأسف لكم بنيابة عن كل الناس دي أمين فلولا وجود كلمة الرب ولولا وجود الرسالة الكرمة بتقدمها وكل القناة المسيحية اللي رب بيخدهم بالروح بتقدمها ما كانش في الناس دي حياتها تتغير ويمكن كان الناس يعني لو الامام ده ما قبلش الرب وغيره وغيره ما قبلوش الرب من خلال البرامج دي كان زمنهم بيفجروا كناس كان زمنهم بمعوتوناش كان زمنهم حياتهم بتضموا لناس كتير فإحنا ممكن بيكون بطريقة غير وبشرة بنحمي حياتنا ونحمي كناس من تتغير مش بنزودها من خلال الناس المتعصد اللي رب بيتلامس معيها من خلال البرامج اللي احنا بنقدمها فا عايز أكد الأخوة يوسف أنه رب بيستخدم البرامج بشكل غير عادي يسلمنا وشجعنا ويسلم رب بيستخدم البرامج كلها تفتح ايون ناس أكتر ويحن شعبنا في شرق الأوسط من كل قتل ومن كل التغالي رب يكون معهم ويحن بيصليلهم ورفعين قلبنا في الصلاة لهم دايما ربنا يبركك يا أخا أندرو يبرك كل البرامج في خانات الخالما المكدير أمين ربنا يبركك وختمونا شكرا جدا لأجل الإضاحة والتوضيح وأنا هتطر أقبل أنه أخونا يوسف كوبتي كما قال أنا هتطر أقبل الفكرة دي مع أني عندي تحفظ عليها وطريقة محاولته لتفسير الآيات القرآنية بتبرهن على حاجة تاني كوني كنت شخص مسلم أنا بعرف مدخلات البعض وبعرف الإسلوب اللي بيدخلوا به والطريقة بتاع محاولة تفسير القرآن ومحاولة الزج بالآيات بعيدة عن مضمونها فأنا هتطر أقبل أن أخونا يوسف زي ما بقولوا أنه قبطي وده برضو تعبير يعني بيتقال في طرق معينة لكن هقول لأخويا يوسف أي أن كان بقى الله يعلم حقيقتك كلام واضح من أختنا مونة كلام واضح مني ليس الغرض تجريح لكن الغرض ترح سؤال والأكل موجود موجود هل أيام الكشح كان فيه قنوات هل اللي بيحصل في الأزيدية حد بيتكلم فيهم هل اللي بيحصل في الموصل عشان فيه قنوات خليك صريح مع ضميرك وخليك صريح مع نفسك وعايز أقول أن فقط في المسيح رسالة المحبة لا يوجد محبة لا يوجد محبة في أي مكان تاني وأنا أرسل رسالة المحبة إلى جميع المشاهدين بعيد عن أي منافسة دينية أو عقادية أو مذهبية المسيح يحبك المسيح يحبك كما أنت هو يحبك كل ما يطلبه منك أن تتعرف عنه شخصيا لا عن طريق كتب والأبحاث والأشخاص ولا مذاهب ولا كناس لكن عن طريق أنك تتعرف مع المسيح شخصيا من خلال الإنجيل الذي هو موضوع المسيح المحب ربنا يبرككم وعلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر رب معكم مش كافر مش كافر أنا مش كافر مش كافر مش كافر أنا مش كافر لنا مخذوع أو بخرب أبداً ولا عقلي سافر سافر بإداء واحد إيماني واحد وملوهش تاني حبني ومت علشاني مش ممكن يموت يمكن في أمور بتحير نحتاج التفسير أنا حشرح ليك وأفصر أرجوك بلاش تكفير أنا مش كافر أنا مش كافر أنا أنا مش كافر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر